يعني كل بنت عايزة تتحول ولد أصدها ست تصوبيان عايزين يتحولوا بنات الترابي الهوية الجنسية ده يعني ايه؟ يعني الشخص مش مرتاح لجنسه تمام؟ هو يحمل أعضاء ذكورية أو أنسوية وهو مش مرتاح للجنس اللي موجود فيه يعني هي الروح مش مرتاحة في الجسم الليه لبسي فعايز ينقل للجنس التاني ليه؟ تمام؟ لو عايز ينقل للجنس التاني وعايز يعمل عملية تحويل يبقى اسمه ترانس سيكس أو متحول جنسيا لو مش عايز ينقل للجنس التاني بس هو مش مبسوط بجسمه وحسس ان هو محبوس في جسم الراجل وهو بنت أو هو محبوس في جسم بنته وهو راجل فده نان ترانس سيكس اللي هو مش متحول جنسيا ولكن عنده جندر ادنتيتي ديس اردر ده مرض نفسي يعني خلي بالك أنا مش بكلم عن يعني مش بكلم عن البطلة بتاعتقص الحقيقي ناردة جوائرية أو يوم هقولك بالتفصيل ولده جينات هقولك بالتفصيل ليه اسم تاني اسمه جندر ديسفوريا اللي هو رفض الجنس تمام يعني التراب الهوية الجنسية أو رفض الجنس اللي هو جندر ديسفوريا ده المفروض هو مرض نفسي وكان مشخص ضمن الأمراض النفسية انتي عارفة لو هو عنده جينات انسوية اللي عايز يقلب بنت ده أو هي عندها جينات زكورية ده بنسميه انتر سيكس تمام بيبقى عندهم انبيجوز جيناتاليا اللي هو العضاء التناسلية غير مميزة شكرا وعندهم جينات بتاعت الجنس الآخر وده بيعمل عملية بدون أي مشاكل عادي ده طبيعي ويحول من البطاقة اه اول ما بيبقى كده ده اسمه انتر سيكس انتر سيكس يعني ده مرض عضوي في خلل في الجينات وخلل الجينات الموجودة عمل انبيجوز جيناتاليا يعني عمل عضاء تناسلية مش بين هيا زكورية عارف حاجة دكتر كرا لهم ممثلة مشهورة جدا وعنيلوا انتحر بنعمل تحليل كروموسيومات اما انه اتكلمك عن حظة انت بنعمل تحليل كروموسيومات يطلع فعلا إن هو زكرا في جسد انسة او انسة في جسد زكرا فيبدأ يتعملو عملية التحويل بدون أي مشاكل لكن الثانيين الانتر سيكس لكن الثانيين الى هما enfrentست لهم رفضيت جنسهم وكل تحليلهم طبيعية رفضيتها لليه هقولك بقى ليه بس ديني فرصة دول عاملين المفروضين هم طريقة في العلاج يعني ايه؟ يعني واحد لازم يعد يتعالج نفسيا لمدة سنتين على الاقل عشان نحاول نقنعه بجنسه او على الاقل نحضره نفسيا انه يقلب للجنس التاني اذا كنا خلاص وصلنا لمرحلات انه يقلب الجنس التاني لمرحلات التانية انه يبدأ ياخد الدور التاني اللي هو عايزه يعني مثلا هي قررت في القصة تاخد دور الولد تبدأ تاخد دور الولد وانسيبها تاخد دور الولد ونشوف بتتعامل ازاي وهتعرف تتكيف مع دور الولد وباسم الولد بيحوشوا الولد يعين سبع عليهم بعد ما نسيبها هتتعامل نشوف هتقدر تتقبل الدور ده وهتبقى قابل المجتمع اللي هيبدأ ينقضها ولا لا وبعدين لو لقناها نجحت في ده كمان يعني سنتين علاج نفسي وبعدين نديها الدور ده في المجتمع نبدأ نديها هرمونات ثالث حاجة نديها هرمونات زكورية عشان نحولها الراجل فتيبدأ يطلع لها دقن ويبدأ يطلع لها شعر في جسمها ويبدأ عضلاتها تبقى اه هقولك بس وبعدين رابح حاجة تخضع لعملية التحويل وعملية التحويل اللي لا تخضع لها فمصر بالتحديد إلا بموافقة شيخ الأزهر كل ده هقولك على حاجة لازم لشيخ الأزهر اللي توافق على عملية الأزهر مع احترامي رأيك طبعا ومع احترامي لكل أطراف القصة بس أنا عايز لك على حاجة ده ممكن يبقى افتراض واحد ممكن أقولك افتراض تاني سمعت على الست اللي كانت في الصعيد الست الجادعة اللي الجزها توفى فلبسة جلبية موافق موافق عشان محدش يبصلها موالح لاش في عين راجل من بعد ما الغالي راح على رأيها نزل تشتغل زي الرجالة دي عندها أزمة خلي بالك دكتور حمودة البنت دي أنا صعبان علاجة خلينا نرجع للقصة لا لا أهل ولا ظهر ولا حد خلي بالك أنا بنزل وعرف أن أخي هيجب لي حق خلينا ننزل وعرف أن أبويا لما أرجع أقول له يا بابي حصل واحد انت رضا ربعة هيتصرف بديني فرصة أن نرجع للقصة هي قوية كفاية أنها تقدر تدفع عن نفسها لدرجة أنها مسكت واحد ضربته مش كدك ممكن يحصل مع مظهر أنسوي ولا لازم ده يحصل مع مظهر ذكوري لا بس خلي بالك يعني تقدر تدافع عن نفسها لا بس خلي بالك أنا عشان أمنع يعني هما يبصوا أنا لبسته وعملت العديد بصوا يا عم ما فيش الرمأ سيبني في حالة عدي بقى بصوا انت فاهم أنا حسيتها كده هما بصوا فهي تقدر تدافع عن نفسها وضربت واد مسكتوا لدرجة أنه هما الناس بتحوش الواد عشان بالضرب أنا حسن هو فعلا خلي بالك ده غل اللي تطلع من جواها ده غل يعني هي تقدر تدافع عن نفسها سواء في صورة بنت أو في صورة ولد فعشان كده أنا مش شايف خالص انها بتحاول تقلب ولد عشان تمنع الناس انها تتحرش منها يعني أنا واحدة من الناس أنا شايف ان فيه خلل هنا في الهواء أنا هقول لك لو أنا بتكلم أنا في واحدة من الناس أنا شخصيتي قوية بتستحمل يعني أنا ممكن استحمل مثلا بصة وانا عارفة ان أنا لو لفيت قسما بالله هعمل معاك الواجب بس لو بقك اتفتح واسمعتك ما فيش حد يراف يجب يفاهم يشيلك هي بقى ممكن تكون يا حرام شخصيتي ضعيفة هي مش هتستحمل البصة فعشان كده راحت لابسة لا مش هم انت شايفة ان دي شخصيتي ضعيفة اه جدا انت شايفة ان دي شخصيتي ضعيفة اي عشان نزلت اشتغلت لا عشان هي قادرة تشيل كتير اه بتبكي بحرقة بالريل استني بس هي بتبكي التانية فهمة ان هي بتتعرض ده فيه مختح لكن الحقيقة انا شايف ان البكاء بحرقة دلق ان هي حاسة انها محموسة في جسم مش بتحها وانها عايزة اتغير طب ليه ما قالتش نفتها طب ليه قالت نفتها ما تنزلش اشتغلها ماشي بطلت تبكي بمجرد ما بدأت تحلق ولد وتلبس زي السوبيان وتبقى بتتعامل بطريقة دي لا بس لما كان بتقولها ماما بتيجي في الحلم لما قلت لها ماما بتيجي في الحلم بالليل وبتقعد تقول لي ان خلي بالك من نختك كان بتعيط ايوا وبطلت تبكي يعني هي دلوقتي بتعيط لما حولت هي قلت لك بتبكي امتى لما كانت بترجع مش عارف ايه وبعدين في الاخر اتغيرت وبطلت تبكي والست لما قلت لها تعالي ساعدك قلت لها لا